طيب أنا هنا عايزة أكلمك عن حاجة أولا أنت عارف أنه إحنا نقول مصر دايما مبدع وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتبدأ الحقيقة يعني منتدى للإبداع فأنت شايف أنه كمان يبقى فيه إبداع للمنشدين يعني المنشدين والمداحين يعني زمان كنا نقول المداح فلان الفلاني أو المنشد فلان الفلاني شايف أن دي برضو هتتمنى أنها تبقى موجودة في منتدى الإبداع أتمنى لأسباب كثيرة إحنا وزارة الشباب والرياضة لما عملت مهرجان إبداع السنة الأولى والثانية ما كانش الإنشاد فيهم جت في السنة الثالثة من إبداع واتدخلت الإنشاد حالين الإنشاد من أول سنة من أكبر من أكبر اللجان وأكبر المسابقات في مسابقة إبداع العمومية في جميع الفنون أكبر مجال الإنشاد وبشكر وزارة الشباب والرياضة لأنها للأمانة مش بيسيب أولادها يعني اللي بيطلع في إبداع مش بيسيب أسسنا أوركسترة لوزارة الشباب والرياضة خاصة بالإنشاد وهو الأوركسترة الأول في الإنشاد على مستوى العالم وبسم الله ما شاء الله حالين ولفيته أنت لفيت دول كثير ولفينا والشباب كمان من اللي اتخرجوا من إبداع بسم الله ما شاء الله شرفونا في محافة الدولية المنشد محمد طارق حصل على أول في منشد الشارقة كان في المنشد محمود محمود هلال كان سنة 2016 السنة اللي فتت محمود هلال كان أول الشارقة برضو نعم والسنة دي كان معنا المنشد مصطفى الشافعي كان برضو كان من الحائزين على مركز أول في إبداع وشرفنا برضو في منشد الشارقة ولكن للأسف جانبه التصريط إن شاء الله السنة الجاية يبقوا مشرفيننا في منتدى الإبداع الخاص بالمتحدة ويبقوا من الأوائل كامل نحن بفضل الله المنشدين بسم الله ما شاء الله يعني موجدين وعلى استعداد في كل وقت لكو علاقة بين نقابة المهن الموسيقية نعم إيه بقى العلاقة بينكو هنا العلاقة إننا المفروض إننا شعبة في نقابة المهن الموسيقية ولكن أنا كنت اتكلمت قبل كده في هذا الأمر إنني للأسف شعبة مهملة يعني على كتر كل المنشدين المتواجدين في مصر فعايزين اهتمام أكتر فكنا عايزين اهتمام وطلبت ده من 2007 من 2008 من أيام عام مونير للوسيم الله يمسي بالخير وطلبت إننا عايزين عضويات أكتر لأننا حالين أكتر من 7000 منشد في مصر ولكن شعبة الإنشاد كام 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 نيت واحد فللأسف هي شعبة مهملة وده اللي خلاني يعني لما ملجيتش أي رجع من الاهتمام بشعبة الإنشاد وخاصة أن الإنشاد يعني محتاج تركيز لأنه الإنشاد على رأس الكوى النعمة المصرية طبعا ويؤكد الهوية المصرية طبعا أنا عايزة أسألك سؤال إن شاء الله يتم الاهتمام وأنا شايفة أن الدولة نفسها فيه اهتمام كبير سواء وزارة الثقافة أو زي ما قلت أنت وزارة الشباب وكمان الإعلام يعني ممثل في شركة المتفضة بيدعم بيدعم الفن الهادف والفن الأصيل والتراث المصري صحيح أي أن كان سواء كان التراث المصري في المبنى أو المعنى لحقيقة فطبعا يعني إن شاء الله يحصل الحقيقة طيب إيه رأيك نسمع حاجة دلوقتي تقول لنا حاجة ونرجع نكمل كلامنا لأنه أنا عايزة استمتع قد ما أقدر خد بالك إحنا كمان في ليلة بقى يعني الوقوف بعرفة يعني أكيد الحجيج يا رب يفتكرونا بالدعوات الحلوة وناس كتير الحقيقة هتبدأ الصحور في هذه الليلة يعني اللي موجودين يعني خارج المناسك أو الأراضي المقدسة